تتحول الأنبار مرة أخرى نحو كالي شمال فرنسا وأوضاع اللاجئين المزرية حيث ذان تقرير رفعته Human Rights Watch الانتهاكات تكالية ترتكبها الشرطة في تعاملها مع اللاجئين مما انظلوا هنا بعد تدمير ملاجئهم فني بلونكوم متطوعة في مؤسسة كالي التعاس الدولية تؤكد ما قال به التقرير الآن في الدكر تصل شرطة وبانتظام إلى المكان ليلا فيخرجونهم من كاس نومهم وغالبا ما يرشون كاس النوم والطعام حتى وقد استحبت كثيرين إلى المستشفى ممن أصيبوا جراء عمليات التدخل أخذوا منهم كل ملاذهم بما في ذلك الأوراق الثبوتية ويرقون بها في القممات الأمر معقد فعلا بالنسبة لهم يحاول المهاجرون تجمهر مرة أخرى وهم يرفضون التحدث إلى الصحفيين لكن أحدهم وهو بيكالي منذ ستة أشهر موافق على التحدث إلينا نزلوا من سيارتهم عندما كنت أمشي في شارعي وقاموا بوضع البخاق على وجهي ولم أكن قادرا على الرؤية وكالت إحدى السيارات تصطدم بي لأنني شعرت بالدواق على رغم أنني لم أختلف أي خطأ وصلت طريقي فلم أكن داخل منطقة محظور دخولها لدي أصدقاء تعرضوا للضرب عدة مرات وبعضهم لا يزال في المستشفى تقير هيومان رايز ووتش تحدث عن استخدام الشرطة لرذاذ الفلفل ضد المهاجرين كما أوضحت المنظمة غير الحكومية أن رجال الأمن قاموا بمصادرة البطانيات وحتى الملابس وتعتبر فاني بلونكون التصرف موسيئا لصورة فرنسا عاشوا بعض العلم في ليبيا واجتازوا رحلات عبر المتوسط صعبة للغاية وهم يقولون أن كالي تمثل التجربة الأسواع بالنسبة لنا كفرنسيين الأمر معقد حيث نعتقد أننا بلد حقوق الإنسان من الواجب أن نصدف كل الناس ويقول نيمانك ذكبور موفد يورونيوز إلى عين المكان أردنا معرفة رد فعل محافظة شرطة كالي حول التقرير لكن الماسورين رفضوا التحدث عن الموضوع في حين أنهم وصفوا التقرير في وقت ثابق بالمفتري وقفوا التقرير في وقت ثابق بالنسبة للمانك ذكبور أورونيوز كالي